والله العظيم يا جماعة اقسم بالله انا بحلب بالله وانا كمان صايم والله لو احنا دباطنا اسالبنا بس ولا خلينا اطلبنا حلو وتريد كلامنا يكون حلو ولو قلنا كلام حلو او حتى بات نبتسم اللي حولنا اقسم بالله لها نخلي الحياة حلوة ممكن انت كلامك الحلو بتريد كلامك الحلو وردك الحلو تكون سبب في سعادة الشخص انت ما تتوقع هذا ممكن انت باكلبك الحلو بتريد كلامك الحلو تكون سبب هناك انت تخلي حياة الشخص تكون حلوة تكون انت اسعدت شخص مهموم وحزين ممكن ان الشخص ده يستريح لك ويدعي لك من قلبه ان انت عملته حلو وكلمته بطريقة حلوة شوف ادي ايه فلازم يا جماعة ان احنا نحبب الناس فينا ومن حاولت ان احنا نتكلم بطريقة مستفزة او نقل ادبنا او نخلي طريقة مش حلوة لازم ان احنا نخلي نابرات كده كلامنا يكون حلوة نقوم كلام حلو دايما ومن اتفزة الناس ومن اتفزة او كلام يجيب الامراض والقرف فتوف تبحان الله يعني بكلامك الحلو ولا بأطلبك الحلو والكلام الحلو بتاك العام ممكن نخلي اللي حوالينا يست seeksraح لنا بسبب ان احنا ايه بنخلى سلبنا حلوة باستمرار كاريتم يجبط اطلبنا وتعامرنا وى hustle كده نخلي الحياة حلوة وتمسي على الكون وشكرا لكم استركوا كثير واعملوا لايقات كثير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس شكرا